نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وهنا أيها الكرام الفضلاء من القواعد المقررة وهي أن الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويستعيذ به من شر الأدواء وشر الأخلاق وهذه الأشياء كان من التي يستعيذ بها النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من ماذا؟ يستعيذ من البخل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذلك في غزوة حنين عند البخار لم وزع لهم الغنائم العظيمة يعطي هذا مئة من الإبل وهذا مئة من الشاء وهذا الأواق من الذهب وهذا الأواق من الفضة إلى غير ذلك حتى اضطره الناس إلى شجرة تعلق فيها رداؤه قال لن أخذ منه شيئا ولن تجدوني بخيلا ولا جبانا ولذلك الله من يعذبك من الجبن والبخل فالبخل ضنة في المال والجبن ضنة في الشجاعة فقرن بينهما فقرن ماذا؟ فقرن بينهما لأن الجبن هذا صفة خلقية وصفة خلقية وهي أن لسان يضن بماذا؟ يضن بالشجاعة والبخل صفة مالية أنه يضن بماذا؟ يضن بالمال فهذا كان النبي يستعيذ منها عليه الصلاة وأتم التسليم بأبه ومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا من فوائده أن من أسباب دفع ورفع الداء والوباء والبلاء هو اللجء إلى الله عز وجل من أسباب رفع الداء والبلاء والوباء اللجء إلى الله عز وجل وأعوذ بمعنى ألوذ وألتجئ واللوذ والالتجاء يكون لله ويكون لعباد الله يكون لله مطلقا ويكون لعباد الله فيما يقدرون عليه أحياء وأما العوذ واللجء بالأموات فلا يجوز البتة لأنه شرك عياذا بالله لأنه شرك بالله عياذا بالله لكن ممكن الإنسان وقال عائذ بالمدينة يعني ممكن الإنسان كما قال الشيخ بن عثمين في شرع الأصول الثلاثة يكون العوذ بالله وبالحي القادر ولا يجوز للموت ويكون بالمكان ويكون بالمكان لما قال عائذ بالمدينة يعني الإنسان يلتج إلى المكان الذي يحتمي فيه من شر كل ذي شر نعم